السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة باللقاء بكم مجددا في هذا الفيديو سوف ننجز بعض الأنشطة العددية في إطار التقويم التشخيصي للمستوى السادس نبدأ بالسؤال الأول اكتب بالأرقام أو بالحروف لدينا هنا 6 ملايين ومئة وثلاثة وعشرون عندما نسمع كلمة ملايين فنحن لدينا ثلاث فصول فقط يعني الفصل الأول الوحدات البسيطة فيه ثلاثة أرقام نترك فراغا الفصل الثاني فصل الآلاف نترك فراغا ثم الفصل الثالث فصل الملايين ليست لدينا ملايين إذن في فصل الملايين لدينا 6 6 يعني في وحدات الملايين هنا سأضع 6 أمر لي العدد الآخر ومئة وثلاثة وعشرون ليست هنا كلمة ألف إذن مئة وثلاثة وعشرون سوف تكون في الفصل الأول فصل الوحدات البسيطة إذن مئة وثلاثة وعشرون إذن في فصل الآلاف سأضع الأصفار بالنسبة للعدد الثاني لدينا كلمة ملايين في البداية إذن الملايين لدي أربعة فصول الفصل الأول وحدات البسيطة أترك فراغا فصل الثاني فصل الآلاف فراغ أيضا فصل الملايين ثم فصل الملايين إذن في فصل الملايين سأضع سبعة ملايين يعني سبعة في الوحدات وحدات الملايين سبعة هنا بعد ذلك لدي تمانية وعشرون لم يقول تمانية وعشرون مليون كي أكتبها هنا ولا تمانية وعشرون الفان كي أكتبها هنا ولكن تمانية وعشرون لوحدها سوف تكتب في فصل الوحدات البسيطة ثم سأملأ باقي النقط بأصفار هذا هو العدد المطلوب إذن هنا الملايين ليست لدي ملايين فقط سبعة ملايين وتمانية وعشرون هنا هذا العدد مكتوب بالأرقام سأكتبه بالحروف الفصل الأول فصل وحدات البسيطة فصل الآلاف وفصل الملايين إذن هذا العدد ستمائة واربعة وعشرون لكن أكتبه بعده مليون ستمائة واربعة وعشرون مليون مباشرة أمره لفصل وحدات البسيطة واثنى عشر العدد الأخير فيه فصلين فقط الوحدات البسيطة والآلاف إذن أقرأ مئة وخمسة وستون وأقول ألفا ثم أقول وتسعة وأربعون نمر للسؤال الثاني أقارن باستخدام رمز أصغر أكبر أو يساوي نبدأ بالمقارنة الأولى عددين صحيحين يتكونان من أربعة أرقام إذن أقارن بدءا من اليسار رقم الألاف أربعة أربعة متساويان أمر للمائة ثلاثة أكبر من صفر إذن أضع رمز أكبر دون أن أنظر إلى باقي الأرقام هنا لدينا عددين عشريين سوف أقارن الجزئين الصحيحين أولا ستة تساوي ستة إذا تساوي الجزء الصحيح أمر لجزء العشري الأعشار متساوية أمر لجزء المائة ثمانية أكبر من صفر هنا لدينا عدد صحيح ولدينا عدد عشري إذن يمكن أن أضع فاصلة وأضع ثلاث أصفار هي أصفار زائدة كي يكون عندي نفس عدد الأرقام في الجزء العشري إذن ثمانية وتلاثون تساوي ثمانية وتلاثون أمر لجزء العشري الأعشار لدينا صفر صفر جزء المائة صفر صفر لكن في جزء الألف لدينا صفر أصغر من واحد هنا أيضا نفس الجزء الصحيح أربعة عشر واحد يساوي واحد كأعشر ستة أجزاء المائة ستة أجزاء المائة وهذا الفراغ يمكن أن أضع في صفر إذن العددان متساويا نمر للسؤال الثالث أرتب تناقصيا الأعداد التالية تناقصيا يعني أبدأ بالعدد الأكبر سوف أكتب الأعداد بالتسلسل لدينا ثلاثة فاصلة أربعة وعشرون تحتها أكتب ثلاثة فاصلة ثلاثة لكن بهذه الطريقة ثم العدد الثالث خمسة في الجزء الصحيح لكن في الجزء العشاري لديه ثلاثة أرقام ثم ثلاثة فاصلة صفر تمانية وأخيرا العدد الصحيح خمسة يكتب هنا إذن هنا يمكن أن أضع هذا الصفر هنا ثلاثة أرقام إذن أملأ في جميع الأعداد هنا أيضا أضع الصفر وهنا أضع خمسة فاصلة صفر 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 هذه الأصفار بالورد كلها أصفار زائدة زائدة يعني يمكن الاستغناء عن هذا أن يتغير العدد إذن يمكن الآن أن نقارن نريد العدد الأكبر سوف أقارن الجزء الصحيح أولا عندنا أكبر جزء صحيح هو خمسة عندي خمسة فاصلة خمسة ستة سبعة وعندي خمسة فاصلة أصفر إذن هذا هو العدد الأكبر هذا هو الأول ثم الثاني نمر لهذه الأعداد التي فيها ثلاثة كجزء صحيح ثلاثة فاصلة اثنان أو فاصلة ثلاثة أو فاصلة صفر أقارن الأعشار أولا إذن أكبر هذه الأعشار هي ثلاثة فاصلة ثلاثة إذن هذا هو الثالث ثم ثلاثة فاصلة اثنان هو العدد الرابع وأصغرهم ثلاثة فاصلة صفر ثمانية هو العدد الخامس سوف أكتب هذه الأعداد مرتبة إذن الآن كتبت الأعداد مرتبة من الأكبر إلى الأصغر يعني الترتيب التناقصي دائما إذا بدأت بالعدد الأكبر فأنا أضع رمز أكبر هكذا وهكذا إلى أن أنهي الترتيب نمر للسؤال الرابع أكمل بكتابة البسط أو المقام لستتحقق هذه المتساوية في جميع هذه الأعداد الكسرية لدي إما البسط أو المقام لكن هنا 6 على 30 لدي بسط والمقام هذا العدد الكسري هو الذي سيساعدني كي أكتوب ما ينقصني من بسط ومقام إذن نبحث عن العلاقة بين 6 و 12 كي نمر من 6 إلى 12 ضربنا في 2 إذن 6 ضرب 2 12 كذلك 30 ضرب 2 60 هل هناك علاقة بين 30 و 5 نعم إذا قسمنا 30 على 6 فنحن نحصل على 5 يعني 30 إذا قسمت على 6 نفس الشيء سوف أفعله في البسط إذن 30 مقصوم على 6 5 و 6 مقصوم على 6 1 أو في الاتجاه المعاكس 1 في 6 6 هنا 1 في 6 6 كذلك 5 في 6 30 إذن أبسط عدد كسري يمكن أن نشتغل به هو 1 على 5 أفضل من 6 على 30 لأنه كسر مختزل إذن للمرور من 1 إلى 24 ضربت في 24 هكذا هذا ما سأفعله مع 5 5 في 24 أكتبه هنا 5 في 24 5 في 12 و 2 12 أسهل عدد يوصلني إلى 35 و 5 ضرب 7 5 في 7 35 كذلك 1 أضربه في 7 وأحصله على 7 السؤال الخامس أحسب مجموعة هذين العددين أحسب الجداء أحسب الفرق المجموعة هو نتيجة عمليات الجمع الجداء هو نتيجة عمليات الضرب والفرق هو نتيجة عمليات الطرح إذن سوف ننجيز العمليات بالشكل العادي سوف نضعها وننجيزها بشكل عمودي نبدأ بعمليات الجمع نكتب 637.5 فاصلة 5 زائد زائد هذا العدد الصحيح يجب أن لا يتجاوز هذه الفاصلة دائما إذا كان عندي عدد عشاري أضع الفواصلة هكذا كي لا أخطئ إذن 4825 يجب أن تكتب هنا في الجزء الصحيح إذن أكتب ابتداء من رقم الوحدات إذن في هذا الفرغ يمكن أن أضع صفرا 5 زائد 05 7 زائد 5 12 نحتفظ 3 و 2 و 1 6 6 زائد 8 14 نحتفظ 4 و 1 5 نمر للعملية الثانية وهي عملية ضرب يعني ضرب عدد عشاري في عددين عشاري 5.1 وهنا 5.6 لإنجاز هذه العملية نفترض أن الفواصل غير موجودة يعني نعتبر هذا عددا صحيحا والآخر عدد صحيح 6 ضرب 1 6 6 في 4 24 6 ضرب 2 12 و 2 14 6 ضرب 3 18 والاحتفظ 19 أنهينا ضرب السطر الأول نمر للسطر الثاني سوف نكتبه في العشارات لهذا وضعت هذه النقطة أو نضع الصفرا نفس الشيء أضرب خمسة في واحد خمسة خمسة في أربعة عشرون خمسة في اثنان عشرة و اثنان اثنى عشر نحتفظ خمسة في ثلاثة خمسة عشر والاحتفظ ستة عشر سوف أجمع ستة تسعة أربعة تسعة واثنان أحد عشر نحتفظ ستة سبعة تمانية وواحد أنهينا عملية الضرب لكننا لم نضبط الفاصلة سبعة نحسب عدد الأرقام بعد الفاصلة واحد اثنان رقمين أحسب رقمين وأضع الفاصلة نمر الآن لعملية الطرح الفرق بين هذين العددين دائما الفرق بين العدد الكبير والعدد الصغير العدد الكبير في الأعلى هو المطروح منه تمانية آلاف وخمسمائة وما نسميه الحد الأول تحته سوف أضع تسعمائة واثنان وثلاثون هو الجزء الصحيح فاصلة سبعة إذن سأضبط أولا وضع هذه الفواصل هذه الفاصلة تحت فاصلة أخرى ممكن أن أضعها وأضع هنا صفر وهنا الفاصلة أيضا في الفرق صفر ناقص سبعة لا يمكن إذا كان الرقم الأصغر في الأعلى يجب أن نلجأ للاحتفاظ تصبح عشر ناقص سبعة لكن لا ننسى أن ننزله هنا عشر ناقص سبعة ثلاثة كذلك الصفر ناقص ثلاثة لا يمكن نضع الاحتفاظ وننزله عشر ناقص ثلاثة سبعة كذلك هنا احتفاظ لأن الصفر أصغر من أربعة وننزله عشر ناقص أربعة ستة خمسة أصغر من عشرة الاحتفاظ وننزله خمسة عشر ناقص عشرة خمسة وتمانية ناقص واحد سبعة وبهذا نكون قد حصلنا على المجموع والجوداء والفرق وبهذا أعزائي نكون قد أنهينا إنجاز هذه الأنشطة المتعلقة بالأنشطة العددية أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر